هل لازم اشتري شاشة اذا بشتري بلاي ستيشن فايف؟ هل بلاي ستيشن فايف تدعم 8K؟ هل تأخرت وطافك الوقت اللي المفروض تشتري فيه بلاي ستيشن فايف؟ كل هذا راح نعرفه بهذا الفيديو وخلكم وياه طبعا هذا القطو ساعدني في إنتاج هذا الفيديو بنفس الوقت وهو السبب في التأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخباركم يا شباب عساكم طيبين اليوم جايب لكم فيديو عن تجربة الجهاز بلاي ستيشن فايف وبهذا الفيديو راح أتكلم عن الأشياء اللي عجبتني في الجهاز والأشياء اللي فرقت معايا عن بلاي ستيشن فور وأتمنى أجاوب على استفساراتكم أول نقطة بتكلم عنها بجهاز بلاي ستيشن فايف هي جودة الصورة والدرافيكس مثل منتو عارفين بلاي ستيشن فايف تدعم 4K على 60 فريم وتدعم 4K على 120 فريم وتدعم أقصى شي توصل لـ 8K على 60 فريم فقط لكن حاليا ما في لعبة تدعم 8K ولا توقع أن في المستقبل القريب ممكن ينزل شي يوصل لـ 8K طبعا اليوم كم اليوم ما في ألعاب تدعم 120 فريم إلا يعني ألعاب ينعدون على صابع من ضمن هذه الألعاب لعبة كولد وور هذه اللعبة تدعم 4K على 120 فريم ثابت وبلاي ستيشن فايف هذه معلومة توضيحية مهمة أنك لاجيت تبي تلعب على 120 فريم راح تختار قوة الأداء أنت راح تدخل قبل أي لعبة يقولوا لك تبي قوة جرافيك ولا قوة أداء قوة الجرافيك يعني توصل لك الجرافيك والرسومات أقوى شيء لكن 60 فريم ثابت ولا ندفى ينقص لك من الجرافيك فالمقابل يعطيك 120 فريم فأنت راح تختار يا تلعب على جودة عالية حيل مع 60 فريم أو تلعب على 120 فريم أنا عن نفسي أفضل 120 فريم إذا كانت اللعبة تدعم 120 فريم ألمهم هالموضوع ودينا النقطة الثانية بهالفيديو وهي الشاشة إذا أنت عندك الحين شاشة 4K على 60 فريم ما يحتاج تغيرها إذا تبي تشتري بالستيشن 5 راح تكفيك وتوفيك لأن 95% من الألعاب اللي موجودة حاليا واللي راح تنزل بعد تدعم 4K 60 فريم لكن إذا أنت ما عندك شاشة 4K وتبي تشتري بالستيشن 5 أنصحك وبقوة لازم الله يعينك تشتري شاشة 4K جديدة ودامك راح تشتري شاشة جديدة أجل لا تاخذ إلا شاشة 4K على 120 فريم لازم تاخذ شاشة 4K على 120 فريم إذا أنت ما عندك شاشة 4K أصلا طيب بتقولولي ليش ما نشتري شاشة 8K أنا أقول لك ما لا داعي أنك تشتري شاشة 8K أبدا شاشة 8K غالية حيل ورح ترجع تلعب على 4K ما رح تلعب على جودة 8K أنا عن نفسي شريت شاشة من شركة LG اسمها B1 وشاشات LG غنية عن التعريف وهذه الشاشات تبتن بالعالم من التلفزيونات اللي تدعم القيمك إهي عبارة عن تلفزيونات بمواصفات شاشات PC آخر نقطة بتكلم عنها موضوع الشاشات أنك إذا بتشتري شاشة 4K ومية وعشرين فريم أنصحك أنك تشتري شاشة كبيرة شوي أدري أن كلنا وأكثركم يمكن متعود على الشاشات الصغيرة لكن إذا أنت بتشتري شاشة 4K يفضل تكون أنها ما تقل عن 48 بوصة أنا عن نفسي شريت 55 بوصة طبعا نسو دراسات وأشياء أن أفضل مقاس شاشة تضبط عليها جودة 4K هي شاشات 55 بوصة وننتقل لنقطة اللي بعدها إذا أنت تحسب نفسك تأخرت وللحين ما شريت بلاستيشن 5 أحب أقول لك تطمن لأنه للحين ما نزلت ألعاب واجد على بلاستيشن 5 لكن مع بداية السنة الجاية سنة 2022 راح تبني تنزل ألعاب أكثر على بلاستيشن 5 فإذا شريتها بهذاك الوقت راح تكون مجمع لك ألعاب نازلة ما لعبتها فراح تلعب هذه الألعاب مع الألعاب اللي بتنزل فراح تكون مواكب الوضع عدل وخلونا ننتقل للنقطة اللي وراها كلكم تعرفون إن البلاستيشن 4 كان فيها هارد ديسك ومنتظر ما يخرج على هارد ديسك أنا صرت خبير في الهارد ديسكات المهم إن البلاستيشن 5 شالوا هالشي ما في شي اسمه هارد ديسك في شي اسمه SSD طبعا في ناس يسمونه هارد ديسك SSD بس ترى هذه المعلومة غلط وهو اسمه بس SSD هذا من فوايده إن اللودينج اللي تقعد بلاستيشن 4 دقيقة في بلاستيشن 5 تقعد عشر ثواني فقط كحد أقصى وحتى لما تحمل لعبة تحملها أفضل ولما يصير بعد تحميل شي اسمه نسخ أو كوبي يسوي الكوبيينج أسرع بواجت ويخليك تتنقل بين التطبيقات على سطح المكتب في بلاستيشن 5 وتدخل بارتي وترسل رسالة وتسوي كذا شغلة بسرعة ودش يوتيوب وتطلع وتقدر تفتح يوتيوب وتلعب لعبة هذا لو مو SSD كما قدر تسوي هذه الأشياء فالتعليق اللي كان في بلاستيشن 4 أقدر أقول لك مع بلاستيشن 5 إنساه فالSSD يعني إضافة حلوة وقوية وأخيرا يعني حطونا في الكونسل شي نفس الSSD آخر نقطة بتكلم عنها اليوم هي صوت المزعج والحرارة الحمدلله الجهاز عندي صار له أكثر من 10 شهور قريب السنة الحين ما عمره أحتر وما عمره طلع صوت فصار ما يحتر والمراوح حكتها ما يطلع صوت وحتى الSSD اللي تكلمنا عنه من مميزات الSSD إنه ما يطلع صوت وإنه ما يحتر وما يسوي حرارة الهاردسك اللي كان في بلاستيشن 4 كان يطلع صوت ويسوي حرارة فبلاستيشن 5 صراحة عجبتني من هذه الناحية الجهاز ما يحتر ولي يطلع صوت لكن نصيحة دائم حافظ عن انضافة جهازك من الغبار الغبار هو عدو أي جهاز إلكتروني سواء لابتوب غيمينج أو بلاستيشن 5 إن شاء الله بلاستيشن 10 إذا انت خليت الغبار داخله وسحبت عليه مهما كان قوته راح يحتر بسبة الغبار وإذا احتر المراوح راح تشتغل على أقوى شي فراح تطلع صوت وإذا سحبت على الموضوع أكثر راح يخرب الجهاز فأنت كل شهرين ثلاثة حاول انك تفتح الجهاز تنظفه وتسكره سواء بلاستيشن 5 وغيره وهي وصلنا لآخر الفيديو أتمنى الفيديو عجبكم وما كون طولت عليكم لا تنسون اللايك واشتراك يا شباب السلام